اشتركوا في القناة والسيد مريم عدنان عبدالله الانصاري وكيل المساعدة للمتابعة والتنسيق كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رغم سبعة وعشرين لسنة الفين وتسعة عشر بتعين رئيس تنفيذي ونائب رئيس تنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز وجاء في المادة الاولى من المرسوم انه يعين السيد ناصر سلطان السويدي رئيسا تنفيذيا للهيئة الوطنية للنفط والغاز بدرجة وكيل وزارة وجاء في المادة الثانية انه يعين السيد فيحان محمد الفيحاني نائبا للرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعلاقات الدولية في الهيئة الوطنية للنفط والغاز بدرجة وكيل مساعد كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رغم ثمانية وعشرين لسنة الفين وتسعة عشر بتعين مدير عام في جهاز المساحة والتسجيل العقاري وجاء في المادة الاولى انه يعين الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله الخليفة مديرا عاما للتسجيل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رغم تسعة وعشرين لسنة الفين وتسعة عشر بتعين نائب رئيس تنفيذي في هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية وجاء في المادة الاولى من المرسوم انه يعين الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائبا للرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة في هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بدرجة وكيل مساعد كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رغم ثلاثين لسنة الفين وتسعة عشر بتعين مدير عام في وزارة الشؤون الاعلام وجاء في المادة الاولى من المرسوم انه يعين السيد عبدالله خليل محمد بحجي مديرا عاما لوكالة انباء البحرين في وزارة الشؤون الاعلام بدرجة وكيل مساعد كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رغم ثلاثين لسنة الفين وتسعة عشر بإعادة تنظيم الامانة العامة للمجلس الاعلى للشباب والرياضة وجاء في المادة الاولى من المرسوم انه يعاد تنظيم الامانة العامة للمجلس الاعلى للشباب والرياضة وذلك على النحو الاتي الامين العام للمجلس الاعلى للشباب والرياضة ويتبعه الامين العام المساعد للمجلس الاعلى للشباب والرياضة بدرجة وكيل وزارة مدير عام التخطيط والموارد بدرجة وكيل مساعد وتتبعه ادارة التخطيط والسياسات والمتابعة وادارة الموارد والخدمات وجاء في المادة الثانية انه يلقى المرسوم رقم ثمانية وخمسين لسنة الفين وستة عشر بإعادة تنظيم الامانة العامة للمجلس الاعلى للشباب والرياضة ترجمة نانسي قنقر